مرحبا أنا أدعى نورة أعيش مع أختي جنة وأخي الصغير خالد لم نرى أبي منذ سنة وذلك لسفره إلى بلاد مجاورة من أجل العمل الذي كان يمنعه من العودة لرؤيتنا اتصل صباحا وأخبرني أنه أنهى عمله وأنه سيعود صباح الغد فرحت كثيرا وأسرعت إلى عمتي أزف لها الخبر أمي ماتت وأنا صغيرة وقامت عمتي بتربيتي فرحت عمتي بخبر عودته وبدأنا نعد الحلوى لاستقباله في المساء اتصل بي مجددا وأخبرني أنه سيحضر لهدية وطلب مني أن أحدد ما أريده قلت له الحقيقة أريد شيئا لا أدري إن كنت تستطيع إحضاره من هناك جربي وحكمي قلت له أريد قطة هناك الكثير من الدمى على شكل قطة هل تريدينها صغيرة أم كبيرة لا أقصد الدمى أقصد قطة حقيقية ماذا؟ لا يمكنني إحضار قطة من هنا فهذا ممنوع وإن أحضرتها فعلي اتخاذ عدة إجراءات والانتظار لأيام لأخذ الموافقة على إحضارها لك قلت له لا بأس ووعدني بجلب هدية ستفرحني كثيرا بعد أسبوع عاد أبي وفتشت بين حقائبه لكن لم أجد شيئا وفجأة طرق أحدهم الباب وقدم لي صندوق به قطة جميلة جدا وقال له لقد نسيتها في سيارة التاكسي كانت فرحتي بها لا توصف فقد كانت قطة جميلة جدا منذ ذلك اليوم تعلقت بها كثيرا تعلقت بها كثيرا وصار كل اهتمامي لها وبعد مدة لحظت أنها صارت تتصرف بغرابة في يوم من الأيام كنت أتناول طعام العشاء وفجأة تركت طعامها وصارت تشد قدمي وتخدشه دفعتها بقوة لكنني لم أفهم تصرفها وفي اليوم الموالي كنت سأنام لكنني قمت لأجرب فستانا جديدا وصارت القطة فجأة تتمسك بإطرافه وتسحبه حتى تمزق حزنت كثيرا لأنه كان فستانا جميل عقبتها بالنوم خارج غرفتي لكنها باتت طوال الليل تفذر صوتا بسحب أظافرها على الباب كأنها تحاول أن تترجاني لأدخلها لكنني لم أفعل في الصباح فتحت باب غرفتي فوجدتها ترمقني بنظرات غريبة وجدت باب الغرفة وقد خدش بسبب مخالبها حملتها وأدخلتها الغرفة وصارت قطة مؤدبة لكن ذلك لم يدوم فقد تصرفت بغرابة لعدة ليالي وفي كل مرة تقوم بسحب من ملابسي أو تموأ بشكل متواصل إلى أن حلت تلك الليلة كنت نائمة على سريري وأنا أطالع كتابا بيدي قامت فجأة وبدأت في المواء أمسكت بالغطاء وأبعدته عني ثم بدأت تجور ثوبي من جديد فكرت قليلا وقلت في نفسي ما الذي أصاب هذه القطة لما تتصرف هكذا بدأ الأمر يخيفني هل تريد أن تريني شيئا وقفت وقلت لها ما الذي تريدينه فهزت ذيلها كأنها فرحت وبدأت تمشي في الرواق المظلم سرت خلفها إلى أن وصلت إلى الباب الخارجي وبدأت تخديشه بقدميها الأماميتان هل تريدني أن أفتح لها الباب؟ مستحيل فنحن في منتصف الليل ولو علم أبي أو عمتي فسيعاقبانني بدأت تسحب ثوبي مجددا ففتحت الباب وخرجت القطة مسرعة خرجت خلفها لأعيدها لكنني فوجئت بها تتوقف عند الشجرة وتموء وبدأت أسمع صراخ أطفال خفت كثيرا وبدأت أعيد أدراجي إلى الخلف لكن القطة استدارت إلي وقالت حرريني صرخت أنا؟ قطة تتكلم؟ أنا لست قطة أنا جنية أخذت شكل قطة لأحضر الطعام لصغاري فتحولت فجأة لشكل إمرأة ناصعة البياض بعينين جمراوين قلت لها بخوف ولم أخترت منزلنا؟ قالت أنا لم أختر منزلكم أنا كنت أمر في الشارع المجاور لكن والدك فرح عند رؤيتي ووضعني في الصندوق فجأة تذكرت أن أبي أخبرني عن عدم قدرته إحضار القطة إلا إذا أخذ الموافقة وربما سيكلفه ذلك وقتا أطوال لكنه أحضرها لي بالفعل إذن هذا سبب التصرفات الغريبة من القطة قلت لها وما الذي يمكنني فعله لمساعدتك؟ قالت أنا أتعذب لسماع بكاء صغاري كل ليلة دعي والدك يحررني ويعيدني إلى نفس المكان الذي وجدني فيه وأعدكم ألا أعود إلى عالمكم عدنا إلى غرفتي ولم أستطع النوم طوال الليل وفي الصباح أخبرت أبي بحكاية القطة كنت أظنه سيضحك ولن يصدقني لكنه فجأني بتصديقه لي وقال أن الجن فعلا تأخذ أشكال القطة أو حيوانات أخرى بحثا عن الطعام أو لهدف آخر وسأعيدها الآن إلى المكان الذي وجدتها فيه بدأت القطة تدور حولي كأنها فرحت بما سمعته أعاد أبي القطة واشترى لي قطة أخرى لا تتصرف بغرابة لكنها في كل ليلة تخرج من المنزل ولا تعود إلا في الصباح شكرا لكم على متابعة قصتي وأتمنى فعلا أن تكون قد نالت إعجابكم ونصيحة مني لا تؤذو الحيوانات أبدا لأن الجن يأخذ شكلها وحتى لا يصيبكم مسا منه وأتمنى أن ألتقي بكم مجددا لنستمتع معا بقصة جديدة ومغامرة جديدة وإلى ذلك الحين مع ألف سلامة